نتائج الصفقة راح تظهر حال ما نحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتحويل الملكية من شركة البرق اللاسلكي إلى شركة بتلكو فمتى ما تم ذلك طبعا النتائج راح تضاف إلى نتائج مجموعة بتلكو وتصبح كونسوليديد فولي كونسوليديد مع نتائج بتلكو من المتوقع طبعا الانتهاء من عملية أخذ الموافقات اللازمة قبل نهاية الربع الأول لسنة 2013 فنتوقع إن شاء الله أن مع نتائج الربع الأول لـ 2013 راح تظهر الوضع الكنسوليديد بالنسبة للمجموعة طبعا لا ننسى أن صفقة الاستحواذ هذه مبنية على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل جزر مالديوز وسيشيل وجزر الشانل آيلانز جونزي جيرزي وعيلو مان كذلك الجزر الأخرى الموافقات طبعا تتعلق بموافقات من الحكومة البريطانية بالنسبة حق بعض الجزر وحكومات الجزر هذه والمرحلة الثانية هي تشمل الباقي من ملكية شركة البرق اللاسلكي في إمارة موناكو وإمارة موناكو هي عنصر رئيسي بالنسبة لمجموعة الشركات التي تم الاستحواذ عليها فجزء من عملية الكنسوليديشن سيتم خلال سنة من بعد عملية الاستحواذ وهي ما يتعلق بأعمال شركة موناكو تلكوم عند إتمام الجزء الثاني من الصفقة طبعا الجزء الثاني من الصفقة يعتمد باعتمال رئيسي على الموافقة من قبل حكومة إمارة موناكو وهذا الموضوع نتوقع أنه يأخذ منه بعض الوقت فلذلك نحن أتحن الفرصة لمدة سنة للعمل على الحصول على الموافقات المطلوبة ومن ثم طبعا نمضي في إتمام الصفقة الكاملة فالمرحلة الأولى نتوقع أنها تتم خلال الربع الأول من هذه السنة والمرحلة الثانية قد تصل إلى نهاية السنة أو الربع الأول من السنة القادمة بكم ستسهم صفقة الاستحواذ هذه في إرادة باعتلكو في المرحلة القادمة حسب تقديراتكم؟ نحن طبعا قمنا بعملية يمكن استبقنا الأنظمة في المنطقة بحيث أننا قدلنا بجميع المعلومات موجودة على صفحة الإنترنت تابعة لمجموعة باعتلكو بإمكان المستثمرين أنهم يرجعون لهذه المعلومات بالنسبة إلى صفقة الاستحواذ فيها كل المعلومات هذه التي تطلبها طبعا الانحسار الذي نراه فيه أرقام مجموعة بتلكه الآن ناتج عن المنافسة الشديدة الموجودة في سوق البحرين فالأسواق الجديدة التي ندخل فيها من خلال عملية الاستحواذ ستعوضنا من النزول الذي حدث بالنسبة لأعمال الشركة في البحرين بإيرادات مستقرة فتعطينا على أي نزول مستقبلي ممكن أن ننواجه في الأسواق العاملين فيها الآن طيب مؤخرا تم الإعلان عن نية بتلكو إصدار أدوات دين بموعاد المليار دولار لتمويل صفقة الاستحواذ على شركات الاتصالات التابعة لكابلان ويرلس هل تم الاستقرار على نوعية أدوات الدين هل ستكون سكوك أم سندات قروض من بنوك بحرينية أم دولية كيف تتصرفون في هذا الأمر حاليا نحن قمنا بترتيب قرض مرحلي من خلال بنوك عالمية بنكين قائدين لهذه العملية بنك بين بي باريبا وكذلك بنك سيتي بانك هم اللي قاموا بتمويل المرحلة الأولى من هذه الصفقة بالنسبة للموافقة من المساهمين لطرح عملية السندات هذه الخيارات مطروحة أمامنا اليوم في أسواق السندات الإسلامية أو السكوك الكلفة للاقتراض عن طريق السكوك أقل بنسبة ضئيلة من مقارنة بالسندات العادية في وقت من الأوقات كان الفرق كبير فكان من الأفضل إصدار السكوك ولكن بتقارب كلفة القروض هذه يمكن السندات العادية تكون أفضل للشركة نحن ندرس السكوك طبعا وقت اللجوء إلى أسواق المال ونرى الأفضل ما هو الأفضل إلى الشركة ونقررها